تعد المنصة الزراعية التي تم تتشينها مؤخراً أول منصة زراعية شاملة لتطوير القطاع الزراعي في مملكة البحرين وتعتبر هذه المنصة محطة مركزية لجمع البيانات والمعلومات الزراعية الشاملة والمتنوعة ومرجعاً للمهتمين بالقطاع الزراعي أو الرغبين في الاستثمار في هذا القطاع الحيوي من منطلق الاهتمام بتطوير القطاع الزراعي في مملكة البحرين جاء إطلاق المنصة الزراعية لتكون قاعدة بيانات وطنية تساعد على تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمملكة المنصة سهلت على المستثمر وعلى الباحث أيضاً المتتبع للقطاع الزراعي وحتى الطالب ممكن أن يجد فيما يتعلق بالقطاع الزراعي في مملكة البحرين سهلت أيضاً المنصة الوصول إلى البيانات نراها أنها اجتملت على بعض الابليكيشنز الموجودة ممكن من خلال الوصول إلى البيانات الجغرافية المكانية والمعلومات عن الملاطق الزراعية في البحرين تأتي مشاركتنا في مشاركة بسيطة في مجال القوانين والتشريعات المنصة كجزء من المضامين التي تضمنتها هذه المنصة جاءت متكاملة بحيث أنها احتوت على أمور متعددة بدءاً بالقطاع الزراعي الترويج عن هذا القطاع كيف يستفيد منها الإنسان على المستوى المواطن المحلي والمستثمر تشمل كافة الأمور المتعلقة في النواحي التربة والأمور الجوية الأحوال الجوية المتعلقة للظروف الموائمة والملائمة للقطاع الزراعي تتيح المنصة الوطنية لجميع المزارعين البحرينيين المشاركة فيها لعرض منتجاتهم من دون أي شروط محددة أو أي صعوبات إلى جانب ذلك توفر الفرصة للمهتمين بالاستثمار بالقطاع للإطلاع على البيانات والمعلومات الزراعية المتنوعة طبعاً نسعى في صادرات إلى زيادة وتنمية قطاع الصادرات الوطني وإن شاء الله من خلال تدشين هذه المنصة بيكون في زيادة في الصادرات وتنميتها بالإضافة إلى الاستثمارات مما سينعكس بعد ذلك على إنتاجية المؤسسات الوطنية ربحيتها إن المنصة تخدم القطاع الزراعي بشكل مباشر وترتبط بالعديد من المشاريع الوطنية الأخرى من خلال توفيرها لبيانات محدثة ودقيقة تساعد في عملية التطوير الخاصة بالقطاع وتدعم الأنشطة والبرامج الزراعية للمبادرة وتوثيقها في منصة عامة بالتعاون مع القطاعين العام والخاص ترجمة نانسي قنقر